أهلا بحضراتكم من جديد بصوا يا جماعة شعبية النادي الأهلي اللي انتوا حاسينها حتى خارج البلاد شفتوها في الإمارات عاملة زي في ظهر الأهلي شفتوها في السعودية عاملة زي في مسندة الفريق في كاس العالم شايفينها في فلسطين عاملة زي وما في دولة عربية إلا وحتلاق الأغلبية اللي فيها شديدة الحماسة للنادي الأهلي عشان كده كلما كان هناك استفتاء ينافس فيه الأهلي وأي من نجوم النادي الأهلي إلا وحتلاقي تأثير الجمهور باين عشان كده مش منفرغ لأنك أنت تتكلم على القيم السوقية وعلى حجم الشعبية ولا الانتشار الجماهيري ولا كل الكلام ده أينما ذهبت وجدت الأهلي وجماهيره الحقيقة جائزة جلوب سكر لما طرحت للاستفتاء وطرح الأهلي بنافس في حاجتين أحسن نادي في العالم وكان منافس مباشر وحقيقي وجد لمونشستر سيتي فاز النادي الإنجليزي بهذا اللقب لكن كان من المنطقي والطبيعي بفضل جماهير النادي الأهلي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جماهير النادي الأهلي أن يكون النادي الأهلي النادي الأفضل في الشرق الأوسط خد 42% من عدد الأصوات وكان المركز التاني لنادي النصر السعودي أباش مهندس وبعد كده الهلال السعودي ثم أعتقد الاتحاد يعني أربع أندي سعودية موجودة في السبق أو تلاتة والنادي الأهلي فكانت المنافسة قوية جدا أباش مهندس إنما يكون الأهلي بهذا أربع الشباب معهم والشباب يكون النادي الأهلي عنده هذا الحجم الكبير من التصويت جمهور الأهلي والمنافسة مع الأندية السعودية لها دلالة صدر أبراهيم أي هي دلالتها إيه أنك إنت دلوقتي الأندية بما تستقطبه من نجومه والأندية دي بالتعديد في أبرز نجوم العالم النصر مع هرونالدو والأهلي مع هرونالدو والأهلي مع هرونالدو أه بس أنت والهلال معاملين يعني ناصد أقول إيه أنت الأربع عندها السعودية هم في الدوري الأكثر زخما والأغلى في المنطقة بعد الدوري الإنجليزي أقصد جذبا للنجوم الكبار طبعا يعني هو المنافس الحقيقي للدوري الإنجليزي من حيث القيمة التسويقية والقيمة المادية حسب الجذبية للنجوم وستخطاب النجوم فإن يأتي الأهلي يتفوق على كل هذا هذه مكانة الأهلي اللي الناس عمالها تقول يعني أنت عايزة فاهمني أنك تنافس رين مدريد ما هون بنافسه بكل الزخم الجماهيري ده بكل الزخم في اللعيبة ده أنا بينجومي وبإنجازاتي وبإنجازاتي وبجماهيري الأكثر شغفا في العالم أنا بحق هذا الكلام يا أستاذ إبراهيم بس يعني قضية مش محتاجة لا نرغي ولا نخش في مزايدات ما عاعد فيه أنا أعتقد كل مناسبة من دول يعني فعلا المفروض أن تعفي الناس من المناهدة والجدل اللي ملوش أي معنى وملوش أي أساس من الواقع لأنه ديكوا شايفين الشعبية أرقام والجماهيرية تصويت والنتيجة أنتوا شايفينها أنت بتتفوق بتصويتك وبجمهورك على قاعة الأندية هو أنت لما الجماهيرك ما كانتش الأكثر على مستوى العالم شغفا كنت هتكسب لسفتقات دي لا طب لو جمهورك محدود مهما عمل صحيح صحيح طيب وده يترجب طبعا القيم التسويقية اللي بتتعظم والموارد اللي ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك إن شاء الله بس كله بفضل جمهور الآلي اللي بيتتسع قاعدته وفقا لحجم الإنجازات على الأرض اللي بتسعد الناس اللي تحت القصف وفي أشد لحظات المعاناة يقولك الأهل دايما هو اللي بيسعدنا الأهل دايما هو اللي بي يدينا الفرصة للبسمة هو ده النادي الأهله تأثيره وقيمته ومكانته وحجم إنجازاته اللي يجب أن يفخر بيه كل مصري وكل عربي الحقيقة مش بس الفريق حتى الارتباط بالنادي من قبل المدربين شفنا منو الجوزيه لما جيه النادي الآلي صنع شعبية وعمل سيفي وعمل النجاحات أسطورية شفنا مرسل شفنا بيتسو موسماني خرج من النادي الآلي سعره كام وقيمته التسويقية كمدرب كام والسيفيه بتاعه عمل إزاي وأخيرا جيت دور على هذا السويسر الدهية مرسل كولر اللي ارتباطه أيضا بالنادي الآلي جمهور الآلي خلاها رقم كام رقم واحد عالميا جمهور الآلي بتصويته ومسندته مرسل كولر في جهازة جلوب سكر رقم واحد قبل بيب جوارديولا اشتركوا في القناة